مرة عبد الله أو أبو جعفر المنصور لقي الإمام مالك والإمام مالك عالم أهل المدينة فقال له يا مالك يا ابن عبد الله لم يبقى في هذه الأرض أعلم مني ومنك ويقينا أن الإمام مالك أعلم منه ولكنه أراد أن يزج بنفسه معه ثم قال أما أنا فقد اشتغلت بالسياسة وأما أنت فقد امباريت للعلم فاكتب للناس كتابا في السنة تجنب فيه وانظر هنا إلى دقة التعبير تجنب فيه شواذ أو تشديدات ابن عمر وشواذ ابن مسعود وتسهيلات وترخصات ابن عباس ووطئه توطيئة فكتب الإمام مالك جمع هذا الكتاب وسماه موطأ موطأ مالك محل الشاهد أين؟ إلى دقة التعبير أكتب للناس كتابا تتجنب فيه ماء تشديدات ابن عمر تشديد ابن عمر كان إذا قبل صبي صغيرا فإنه يمضمض وكان إذا غسل وجهه في الوضوء يوصل الماء لباطن عينيه لأنه كان يعتقد بأن باطن العينين من الوجه فيجب أن يوصل فكان متشدد في الكثير من المسائل وإذا غسل فإنه يوصل الماء إلى إبطه هذا كان متشدد وترخيصات ابن عباس ترخيص ابن عباس تشديد أو تشدد يقابله رخصة ترخيص من طرف عبد الله بن عباس وشواذي بن مسو